قبل ولادة السيدة مريم مات أبوها العالم العظيم عمران الذي اختاره الله للصلاة بالناس فأراد علماء ذلك الزمان أن يربوا السيدة مريم فكان كل واحد يتسابق لنيل شرف تربية ابنة شيخهم الجليل وإمامهم وكان في هذا الزمان عبد صالح ونبي كريم هو سيدنا زكريا عليه السلام اتفق مع العلماء والشيوخ على إجراء قرعة ومن يكسب هذه القرعة هو الذي يكفل مريم ويربيها ويكون له شرف خدمتها حتى تكبر وتخدم المسجد وتتفرغ للعبادة وأجريت القرعة حيث وضعت مريم وهي مولودة على الأرض ووضعت إلى جوارها أقلام الذين يرغبون في كفالتها وأحضروا طفلا صغيرا فأخرج قلم زكريا عليه السلام ففرح سيدنا زكريا وبدأ يخدم مريم ويربيها ويكرمها وكان لها مكانا تعيش فيه في المسجد ومحرابا تتعبد فيه وكان زكريا عليه السلام يزورها أحيانا في المحراب وكان يفاجأ كل ما دخل عليها فعندما يكون الوقت صيفا يجد عندها فاكهة الشتاء ويكون الوقت شتاءا فيجد عندها فاكهة الصيف ويسألها من أين جاءها هذا الرزق فتجيب السيدة مريم إنه من عند الله وتكرر هذا المشهد أكثر من مرة فقال زكريا في نفسه سبحان الله القادر على كل شيء وطلب من الله أن يحقق أمنيته التي تملأ قلبه وهي أن يكون له ولد يريث علمه ويصير نبيا ويستطيع أن يهدي قومه ويدعوهم إلى كتاب الله ومغفرته فقد كان سيدنا زكريا شيخا عجوزا ضعف عظمه وبيض شعر رأسه وأحس أنه لن يعيش طويلا وكانت زوجته عجوزا مثله ولم تلد من قبل في حياتها بشر الله زكريا عليه السلام بأنه سيكون له ولد لا شبيه ولا مثيل له من قبل وأعلمه أيضا أن ولده سيكون نبيا ومن الصالحين هناك دعا زكريا ربه قال رب هبني من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين امتلأ قلب زكريا عليه السلام بالشكر لله وحمده وسأل ربه أن يجعل له علامة فأخبره الله أنه ستجيء عليه ثلاثة أيام سيجد نفسه غير قادر على الكلام فإذا حدث له هذا تأكد أن امرأته حامل وعليه ساعتها أن يتحدث إلى الناس عن طريق الإشارة وعليه أيضا أن يسبح الله كثيرا في الصباح والمساء وخرج زكريا عليه السلام يوما على الناس وقلبه مليء بالشكر وأراد أن يكلمهم فاكتشف أن لسانه لا ينطق فعرف أن معجزة الله قد تحققت فأشار زكريا عليه السلام إلى قومه أن يسبح الله في الفجر والعشاء وراح هو يسبح الله في قلبه وصلى لله شكرا على استجابته لدعوته ومنحه يحيى لقد جاء لأبيه زكريا عليه السلام بعد عمر طال وبعد دعوة خانصة لله تحرك بها قلب النبي زكريا وظل زكريا يدعو ربه حتى جاءت وفاته قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار دعا سيدنا زكريا عليه السلام ربه أن يرزقه الذرية الصالحة فاستجاب الله له ورزقه بيحيى عليه السلام الذي شهد الحق عز وجل له أنه لم يجعل له من قبل شبيها ولا مثيلة وقد ولد يحيى عليه السلام فجاء طفولته غريبة عن دنيا الأطفال حيث كان معظم الأطفال يلهون ويلعبون ويتسلون بتعذيب الحيوانات أما هو فكان جادا طوال الوقت ويطعم الحيوانات وطيور من طعامه رحمة بها وحنانا عليها ويبقى هو أوقات طويلة بغير طعام أو يأكل من ثمار الشجر وكلما كبر يحيى عليه السلام في السن زاد النور في وجهه وامتلأ قلبه بالحكمة وحب الله والمعرفة والسلام وكان أعلم الناس وأشدهم حكمة في زمانه فقد رزقه الله الإقبال على العلم والقضاء بين ناس وهو صبي ولم يكن هناك من يكره يحيى عليه السلام أو يتمنى له الضرر فقد كان محبوبا لحنانه وزكاته وتقواه وعلمه وفضله ثم زاد يحيى عليه السلام على ذلك بالعبادة وكان إذا وقف بين الناس ليدعوهم إلى الله أبكاهم من الحب والخشوع وأثر في قلوبهم بصدق الكلمات فقد جاء صباح يوم خرج فيه يحيى عليه السلام على الناس الذي امتلأ المسجد بهم ووقف أمامهم وبدأ يتحدث فقال إن الله عز وجل أمرني بكلمات أعمل بها وأمركم أن تعملوا بها أن تعبدوا الله وحده بلا شريك فمن أشرك بالله وعبد غيره فهو مثل عبد اشتراه سيده فراح يعمل لسيد غير سيده الذي اشتراه ودفع ثمنه أيكم يحب أن يكون عبده كذلك وأمركم بالصلاة لأن الله ينظر إلى عبده وهو يصلي ما لم يلتفت عن صلاته فإذا صليتم فاخشعوا وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل معه مسك جميل رائحة كلما سار هذا الرجل فاحت منه رائحة المسك المعطر وأمركم بذكر الله عز وجل فإن مثل ذلك كمثل رجل طارده أعداؤه فأسرع لحصن منيع فأغلقه عليه وأعظم الحصون ذكر الله ولا نجاة بغير هذا الحصن وظل يحيى عليه السلام يدعو قومه لعبادة الله حتى توفاه الله وهو في عمر الشباب يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا أخبر الله ملائكته بخلق آدم وأنه سيجعل في بني الإنسان الرسل والأنبياء والصالحين ولسابق علم الملائكة بأن الجن أفسد في الأرض قبل ذلك سأل الله سؤال استعلام عن الحكمة في ذلك يا ربنا ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ثم خلق الله تعالى آدم سواه بيديه ودفخ فيه من روحه فإذا هو إنسان حي من لحم ودم ثم علمه الأسماء كلها بنعمة العقل التي جعلها الله لآدم ليستحق أن يكون خليفة الله في أرضه وهذا أعظم تكريم بعد ذلك أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم تشريفا له فسجدوا جميعا ولكن إبليس وكان من الجن ويعيش بين الملائكة رفض أن يسجد وتكبر على الله عز وجل أخرج الله إبليس من رحمته وجعله طريدا ملعونة فازداد إبليس كراهية لآدم وذريته وحلف بالله أن يزين لهم الشر ليقع آدم وذريته فيه ثم خلق الله حواء من ضرع آدم وسمح لهما بأن يستمتع بكل شيء في الجنة ما عدا شجرة واحدة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وقلنا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتقونا من الظالمين إلا أن إبليس جمع كل حقده في صدره وراح يوسوس لآدم يوما بعد يوم ليأكل من تلك الشجرة بالذات فتساءل آدم بينه وبين نفسه ماذا يحدث لو أكلت من الشجرة نسي آدم وحواء أن إبليس عدوهما القديم كما نسي أن الله قد حذرهما من الاقتراب نهائيا من تلك الشجرة فمد آدم يده إلى الشجرة وقطف منها إحدى الثمار وقدمها لحواء وأكل الإثنان من الثمرة التي حرمها الله عليهما وبعدما أكل أصبح عريانين فأخذ يقطعان من أوراق الأشجار ويستران بها جسديهما فخاطب الله عز وجل آدم وحواء معاتبا ألم أنهكم عن تلكم الشجرة وأقول لكم إن الشيطان لكم عدو مبين فأخرج الله آدم وزوجته حواء من الجنة وهبطا إلى الأرض وندم ندما شديدا على معصية الله وعلم أن إبليس هو عدوهما الحقيقي توجه آدم وحواء إلى الله بالتوبة فقبل الله توبتهما وبدأ مسيرة الحياة على الأرض وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وقلنا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وولد لآدم وهو على الأرض أولاد كثيرون كان آدم يؤدبهم ويربيهم ويرشدهم إلى أن الحياة على الأرض امتحان للإنسان وأن عليهم أن يتمسكوا بهدي الله تعالى وأن يحذروا من الشرك والطغيان وطاعة الشيطان ثم لقي ربه بعد أن أتم رسالته وترك ذريته يعمرون الأرض ويخلفونه فيها